ارجع ورحب فيكم من يديد ومستمرين معكم في فقرتنا المتنوعة في بنامتكم مسائل الإمارات وما زلنا مستمرين في تغطية ومتابعة الحدث الأبرز الذي يعبر عن أسماء معاني البطولة والفداء نريد أن نتحدث الآن عن دور الشباب وكيف يمكن شهد همم وما هو الموقف الذي يتخذوه خلال المرحلة السابقة منذ ابتدت مواكب الشهداء تزوفوا إلى أرض الوطن يسعدنا أن يكون معاني دكتور شافع النيادي خبير التنبيه البشرية يهلا ومرحبا دكتور ومرحبا بكم وشكرا أنك لبيت الدعوة بالعكس أنا شكركم على الاستضافة وخاصة في المواضيع حينتشرف أن نتكلم فيها فهي تعتبر واجب طبعا دكتور شافع الحين قبل أن ننتقل إلى مواقف شباب الإمارات أن نأخذ أولا دور القيادة الإماراتية وموقفها مع استقبال الشهداء الإماراتيين في البداية أحب أن أتكلم عن رحمة الله عليه الشيخ زايد وما أسس الاتحاد وما أسس الاتحاد على أساس أنه بناء الإمارات بالعكس أسس أنه حب والترابط والقوة والمحبة في الشعب لنلاحظ ما شاء الله الحمد لله ترابط الشعب وكيف محبتهم هي في تزايد فهذه كانت رؤيته يعني حكمته ورؤيته أنه هذا الترابط ما يبدب فترة وجوده بالعكس على المدى البعيد وعلى المدى وبناء الإنسان طبعا فلهذا نسوف ما شاء الله الحمد لله بحق قادتنا وشوخنا كيف هم مصطر هذا الترابط طبعا فهم زرعوا هذا الشيء بدايته يعني هم المنارة لهذا الشيء فلما نشوف تأثرهم شوف زياراتهم شوف ترابطهم مع المجتمع فهو أساسا موجود موجود فيما بين الأفراد والمجتمع فلما إي كشخص يظهر هذا الشيء الأفراد فيكون موجود يعني يزرع الفكرة ما بينهم فأكثر يتأثرون الحمد لله رب العالمين تأسيسنا على المحبة وعلى الترابط وعلى الحب لهذا الوطن صار مش مجرد هتافات فهذا يمكن خير يعني أحيانا تكون بعض المصائب بعض المشاكل تظهر لك خاصة المشاعر طبعا المشاعر ما تنظهر ممكن واحد يقدر في بعض المشاعر يعني يقوك نفاق يظهر بالنفاق لكن المشكلة هي اللي تظهر هل هذه المشاعر هي مجرد كلام أو مشاعر صحيحة فنلاحظ على أن نحن عاني تقريبا ما يقارب أسبوع في هذه المقاسي أو هذه القضية حصل من جمعة الماضية كيف كان كل الشعب كان موجود حرقانهم على هذا شيء كان في فعل تفاعل وبعدين للاحظ مش مجرد حتى أخواننا كالمواطنين حتى الأخوة المقيمين صحيح أنا دائما لما أسمع في معظم الإذاعات كيف بكاءهم كيف ترابطهم كيف نحن نروح أنت أصدق في بعض الشباب يعني سواء مقيمين سواء مواطنين نحن نريد أن نروح الهلال الأحمر نريد أن نختم بهذا الشيء فهذا الشيء يعني دائما نقول اللي أظهر أظهر الستار أظهر الستار كل بعدنا هذا هذا هم أبناء زايد نعم هذا هم أبناء الإمارات وهذا هم الأخوة المقيمين يعني لم يكن تفرقها لم يكن في هذه المشاعر و العواطف لم يكن توجد تفرقها أنا مواطن أو أنا مقيم وهذا فضل الله سبحانه وتعالى في البداية ثم فضل الشيخ زايد وقائده وهم مؤسسين الاتحاد كيف كان ترابطهم وهذا الشيء هي سلسلة انتقلت لشيوخنا انتقلت قادتنا انتقلت لنا نحن وهي موجودة وبطبيعة الحال تصبح عادة ومتناقلة من جيل لجيل فصارت بصمة شرف فخر وسام الكل حين صار يفتخر و يتمنى أن يكون مثلا شيء أحد من الشهداء يكون له البعض يقول يتفخر حتى أن يروح مناسبة الشهداء يعني حضرت الجنازة من تقريبا أول أمس في العين فلاحظ ما شاء الله يقول العدد فاق ما يكون متوقع حتى في المساجد حضور الجناز المصليين أضعاف المضاعفة فهذا الموين نابع نابع من بداية تأكيد من قادتنا هذا تأكيد على الحق تأكيد تأكيد على أن هذه الشهداء لم يأتي من وراء ستار و أنها جاءت لتظهر لتزيح هذا الستار و دائما سبحان الله الأفراد و نحن نقولها بفرد القادة وهي مؤسسة لو نقولك شيء مبسط مؤسس الشركة الموظفين ما هو القائد يعمله ردت فعلهم انعكاس فهو نحن نعيدنا قادتنا و حكامنا كيف كان تجاوبهم طبيعة الحال هذا الشيء موجود و أظهروا تفاعلهم أظهر المشاعر أكثر أكثر في حبهم للوطن حبهم كيف تضحية كل يحاول بأي طريقة أنا أريد أدافع أريد أدعم هل هذا مثل تقييم ولا انتماء للوطن أي طريقة فهي هذه نحن ممكن كنا نسمع تقييم ولا وروح وفداء وفخر ولا وطني كلمات و ممكن تطبقها على أشياء المدنية اللي موجودة عندنا حل المبتخينا في الأفعال لما يلواقع اللي ما قدر يشارك حزانه بعض الناس وموقفين أشياء كثيرة من حياتهم ليس بشيء لأن أساساً يقول أنا نفسياً لا نستطيع أن تغيب شيء كأننا ذكرنا برحمة الله وفاة الشيخ زاهد كيف؟ و أكثر من بعضهم قالوا هذا اليوم يذكرنا بوفاة الشيخ زاهد ما هو السبب؟ حدث جلل يعني يعجز الليسان حتى لوحد يتكلم لا يشارك كشهداء نرى تجارب المجتمع كله أحزان أحياناً لو شيء عندك غريب عندك تكون عنده مأساة لا تستطيع أن تباشر مجرد تحبك لهذا الشخص فهياناً فما بالك يكون مجتمع أسرة كاملة وغير هذا على التقابل حتى في الوطن العربي حتى في الخليج لدينا نلاحظ هذه المشاعر موجودة عندنا الحمد لله طبعاً مواقف الشباب تحدثين عنها ريم أنت كان تحدثين قبل اللقاء عنه أن الشباب الإماراتي كان لهم مواقف خاصة و تعاطيهم مع هذا الحدث ريم كان نصل بها شوية تأخذ هالمشاعر إلى أحد البكاء قليلاً أنا صراحة كنت بكي من نوع الوايدة تأثر فعلاً لأننا موجودين هناك أخواننا أبائنا كل رجل مثلاً يمكن أن أهلنا موجودين هناك ففعلاً كانت مشاعرنا جداً متعاطفة و جداً قوية سبحان الله نحن دائماً نقول للولاء والفداء والولاء الوطن دائماً بالأعمال أقل ما يسلم يسلم روحه أقل الإنسان دائماً نقول هذا الولاء الوطني هرم قمة الهرم هو الروح صحيح فلما أي شخص مهما كان ممكن الهرم هذا الموجود في أعلى الهرم أني أنا أسلم روحي للفداء هذا هو التجسيد الصحيح وهذا اللي اللحظه الحمد لله رب العالمين اللحظ يعني البعض يغبط على الأشخاص الموجودين في اليمن كيف دفاعهم كيف تجسيد ولاءهم لهذا من خلال أفعالهم في اليمن وكيف تلبية نداء الوطن طبعاً دكتور شافع طبعاً مرة ثانية أنا أكد أيضاً نريد أيضاً المزيد نحن اليوم نتحدث عن موقف الشباب الموقف الشباب الإماراتي تعطيهم مع الأحداث نريد المزيد حتى يطلع أجيالنا أن هناك شباب تعاطوا مع الحدث بإيجابية تعاطوا مع الحدث بنظرة ثاقبة لما رأوه من قيادتها الكريمة الحمد لله رب العالمين أنا مهما تكلمنا عن تعاطي الشباب بعدني أعتبر نفسي ما أديت الحق يعني ما أدينا دائماً نقول لكل إنسان تاريخ ميلاد و تاريخ وفاة فدائماً التاريخ يسألك أو الناس تذكر ما بين تاريخ وفاتك و تاريخ ميلادك فلما تقول أنا أعطيت تاريخ ما بين تاريخ وفاتك و تاريخ ميلادي هي الروح عطاءها للشباب يكفي أن أنهم سجلوا في تاريخ الإمارات لنلاحظ أول شهيد كان في الإمارات من أربعة و أربعين سنة لحد الآن ممكن أن نذكره حتى سم يوم الشهيد تاريخ ثلاثة نوفمبر نسبة لإجتشهادة أول شهيد فهذا دخل دخل لتاريخ الإمارات هؤلاء الحمد لله رب العالمين دخلوا تاريخ الإمارات من أفعالهم من سلوكياتهم من أدائهم عطاءهم شيء يعني صعب أن نستطيع أن نفسر بكثرة هذا العطاء فقط اللهم للوطنة مساعدة الأشقاء نصرة الحق كلمة الأخوان مساعدة أخواننا في اليمن يعني عطاءهم ما يفقط اللهم و قال لنا عطائي أن هذه وطني و عطائي في حدود الإمارات لا بالعكس صار عطاءهم يفوق هذا الشيء صار عطاءهم بأنه نصرة هذا الحق دفاعاً أن أخوان تلبية لنداء القادة فكل صار أنه يتمنى يكون هذا الشيء نلاحظ سبحان الله لما نسمع قصص الشهداء و نسمع كيف لما صارت هذه المأساة كيف كان كل واحد لم يسمى مجرد صارت مشكلة و هروب كان كل واحد كيف يساعد زميله كيف كان كل واحد مع مأسيهم مع أن تقطع أيديهم مع أن تقطع مصائبهم لكن لما نسمع قصصهم بعض القصص مثلما ذكرها اسمه الشيخ محمد بزايد حفظ الله أنه يسجل له التاريخ على كثر الأذى و بعض الأعضاء الجسد مثلما تقطعه لكن بعدها يفكر كيف يساعد كان موقف في الجلل رأيناه على الشاشة يسمى الشيخ محمد بزايد ما أعظم من أن الإنسان سلم نحن ممكن سمعنا بعض القصص من شاهد تاريخية و سمع بعض لكن نرى هذا الشيء ما بين أخواننا أخواننا موجودين و هم كيف يفعلون هذا لا أعتقد أنه هناك أقوى و أعظم من أن الإنسان يسلم روحه لا يسأل الله فقط على تلبية النقادة حتى يساعد زميله كان هناك مجال على أن يطلع كان هناك مجال على أن ينقذ نفسه لكن لم تكتفي هذه النقطة و هذا لا نابع إلا من زر الروح القوية التي موجودة الجسد مهما كان مهما كان قوة الجسد إذا كانت الروح ضعيفة فلا تريد أن يعمل لكن قوة الجسد الإنسان قوة روحه يستجيب الجسد لقوة الروح ولا تستسيب الروح لإغضاء الجسد فهذا دليل أن هذه الروح الحمد لله رب العالمين موجودة في عيال زايت شفناها موجودة و شفناها حتى كذا تسجلوا في زيارة شيخ محمد ريط أوله بعمرة اللياي مصاب يقول لك يليتني أنا أرد بس شل الجبس عني وأرد مرة ثانية أرد حالة أتمنى يقول أتمنى تردوني يعني الوضع على سريره و على حالته و يتمنى أن يرجع سبب وجوده في السرير هو الألام الموجود بس أنا أريد أرجع يعني ليس أل نفسنا لماذا هذا صحيح من المنشور راجع هذا طبعا أولا إيمانا إيمانا بالله سبحانه وتعالى أنهم وصل في نصرة الحق و ثم تلبية للوطن تلبية للقادة لهم أنهم صحيح قادتنا نحن سيرين لعدنا شقائنا في اليمن نصرة الحق فهذا من أقوى يعني ما أتوقع أنه واحد يقدر يسلم روحه الأقل من الإنسان روحه يسلم لهذا الشيء لم يسلمها فقط اللهم مجرد الدفاع عن الوطن حتى يسلمها بعد أن يساعد أفراء أخوانه الشقاء في فترة المعركة جميل دكتور كيف يمكن نمي هذا الإحساس في خدمة الوطن عند الشباب تلبية النماء الحمد لله الحمد لله فضل من الله هي مزروعة موجودة البذرة موجودة هذا شيء موجودة مثل ما قلت قبل رحمة الله عليه الشيخ زايد زراحة وهذا هنا بنى إنسان قبل دولة بنى إنسان قبل دولة قبل تأسيس الإنتحاد بعد أسس الإنسان أسس الروح الوطنية أسس الروح المواطنة التي موجودة فهذه هي البذرة موجودة والحمد لله رب العالمين هذه المواقف التي نشاهدها بدأت تظهر أكثر هذه المواقف سواء حاليا وجود لقاء هذا أو البرامج الوطنية دفاعك عن وطن. الشعوب الوطنية تلاحم القائد مع الشعب. تزعوب الوطنية أن لا تكبر لا خيال لا تعالى بالعكس في الكل. الشعوب الوطنية أخواننا هناك موجودين نحن قاعدين يارسين يعني يجينا على قلوبنا خايفين عليهم ندعي لهم محرصنا عليهم نتابع أخبارهم بالشكل. أو أول لو مجرد شيء بسيط طابع هناك صار الألم اللي موجود عندنا مع بعد المسافة لكن صار الألم الحزن. فهذا يعني من أكثر الأشياء اللي نحن نزرعها في أبناني. الحمد لله. السلوكيات قادتنا حفظهم الله كيف تلاحمهم مع القاد مع الشعب. كيف تلاحمهم مع أثناء فترة الزيارات. هذه مأساة يعني مثل ما قال أحد من الأخوة من آباء الشهداء قال اسمه الشيخ حفظ الله أنت أعطيتنا أعظم درس دروس هذا العام كيف هو هذا كيف جسدنا نحن هذا الشيء في أنفسنا لأننا الكبار تعلمنا فقال نحن الكبار الكبار في سن تعلمنا فهو أكيد موجود في أبنائنا. دائما نحط دائما نحط هذا الشيء حبنا لوطننا أعلى في القمة هو تسليم الروح للوطن. ثانيا نحن أداءنا وخلاصنا في سلوكياتنا في خدمة وطننا في وظيفتنا حتى لطالب العلم. لكل شخص موجود في المجتمع هو يقدر يساعد. لكل في مجاله. لا نكتفي بأنني لا أريد أنه مجرد الوطنية وطنية 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 وآخر شيء ممكن أن نحصل في أشياء في المجتمع ببعض السلوكيات تسيئ للوطنية. في بعض الأعمال والتصرفات تسيئ للوطنية. ليس مجرد. مثل ما شفنا الحمد لله وفضل رب العالمين. شفنا هذه الوطنية كيف تجسدت. أمامي يقولنا الآن أعظم درس. لأي شخص موجود أعظم درس بأنه تسيد الوطنية بالفعل. تسيد الوطنية بالمشاعر. ليست مجرد اللهم هتافات. نعم أفعل رجال الإمارات. والحمد لله رب العالمين خاذ الشيء موجود. طبعا أثبت طبعا الحالة اللي نحن موجودين فيها والفترة اللي نمر فيها دولة الإمارات العربية المتحدة. أن الوطنية عند أهل الإمارات هي قول وفعل وما هي فقط عبارة عن مشاعر طبعا. إذا ما أردنا أن نختم معك هذه الفقرة الطيبة طبعا. أنا شكرا لك أول شيء على حديثك الطلق في هذا المجال. وإذا أردت أن توجه رسالة لمن توجهها وماذا تقول؟ بداية أوجه رسالة اللي قادة نحفظهم الله على المواقف التي شاهدناها. كيف تلاحمهم مع الشعب. كيف وجودهم. وفي نفس الوقت كيف الشهداء نحمة الله عليهم. إن شاء الله يتقبلهم. كيف أولياء هذا الشهداء آباءهم تقبلهم مع فرق فلذات يبتهم. لكننا نلاحظ أنهم تقبلهم شيء ما دام. إنهم كشهداء ثانيا هم خدمة المجتمع. نشكرهم وندعو لهم بأن إن شاء الله سبحانه وتعالى. يتقبلهم في قائمة الشهداء. ويكون من ضمن السبعين الشفيع اللي شفيع لهم. آمان يا رب. وفي نفس الوقت أقدم الأفراد نحن كمجتمع. سواء مبال خلال المواطنين. كل الأخوة الموجودين في المجتمع. الإمارات. ولائنا وانتمائنا دائماً يكون بسلوكياتنا. ولائنا وانتمائنا نشوف كيف قادتنا كيف موجودين. قضنا بقادتنا. وحتى جنودنا اللي هم هناك كيف بدر الروح. بحيث أن نصرة الحق. بحيث أن علاء كلمة الحق. وفوق هذا الإمارات. بحيث أن الإمارات تكون موجودة. لم يكن فقط اللهم بمجرد هتافات. بالعكس. نحن نكون نوقف معهم. نوقف معهم بتربية نزرع هذه الأبنانة. نوقف معهم بدعائنا لهم. نوقف معهم بقد ما نستطيع نساعد لهم. وهذا الشيء ليس مجرد كلام. أنا أكثر من شخص يوني قال لنفسي لذا فتحوا مجال أني أروح. وكل في المجتمع. كنا حتى حريم وريايل. حريم وريايل. ومقيمين ومواطنين. أطفال وكبار لم يتردد أحد. فهذا خير دليل وخير. سبحان الله. يمكن أن نقول أننا قد نكون هذه كمصيبة. لكن سبحان الله. عسنا تكرروا شيء هو خير لكم. ممكن رب العالمين. ظهر لنا هذا الشيء وهو موجود. لكن قد يكون عند البعض. عندهم بعض نفس السلبيين. وبعض الذين زرعوا الفتن. أظهرنا لهم. نعم. كيف مجتمعنا. أظهرنا لهم كيف أبناء الإمارات. ليس مجرد. بعض يقول لأبناء الإمارات. كيف مسألة لا مبالاة. مسألة أبناء الإمارات. مرفهين. مرفهين. لديهم كل شيء. هؤلاء أبناء الإمارات. نعم. هذا ظهورهم. نعم. والحمد لله رب العالمين على هذه النعمة. شكر مننا. والتزام أكثر لكل فرد. مثل ما قلت. لكل فرد في مكانه. لكل فرد في مكانه. لكل فرد في مكانه. يستطيع يؤدي واجبه. إذا لم تقدر تؤدي واجبك. لأننا نكون معنا نشقنا في اليمن. نستطيع أن يؤديها في مجتمعنا. نعم. على حسب كل شخص على طالب في مدرسة. وموظف وظيفته. الدكتور في مكانه. نحن هنا في دعاءنا. لكل فرد. يستطيع أن يؤدي هذه النقطة. لا يقول إلا الله يعينه على أداء الواجب. إن شاء الله. والعكس أداء واجب وعبادة. الحمد لله. شكرا جزيل لك دكتور شافع النيادي على حديثك الراقي. وعلى استجابتك للدعوة أن تكون معنا في فغرة أحب وطني. وفعلا كل من يقدر يعبر عن حب وطنه في مجاله. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم على استضافكم. وهذا بالعكس أعتبر فخر لي أن أكون هناك موضوع مثل هذه الموضيع. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم.